استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف توريد القمح بالمحافظات ومدى توافر استلع الأساسية بالكمية والأسعار المناسبة للمواطنين وخلال ترأسي الاجتماع مجلس المحافظين تطرق مدبولي إلى متابعة سير أعمال امتحانات السنوية العامة والتأكيد على خروجها بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب كما نبهى رئيس الوزراء على الأهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأطحى المبارك موجها برفع حالة التوارئ في المحافظات استحلية مع قرب حلول عيد الأطحى المبارك وإجازات الصيف والتأكد من عمل مختلف المستشفيات وتوافر استلع المختلفة بالأسواق كما نوه مدبولي إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير الأسواق الخاصة ببيع رؤوس الحية من الماشية في المحافظات لفتا إلى أن هناك توجيه بحصر الأراضي غير المستغلة لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة شدد رئيس الوزراء كذلك خلال الاجتماع على أن رئيس السيسي يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية وصرعة التعامل معها مشيرا إلى أن الدولة تتعامل بحصم حاليا مع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية ومشيرا إلى أنه يتم حاليا إقراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من سمانية ألاف مخالف ترجمة نانسي قنقر